حليمة من المغرب السلام عليكم يا شيخ خلصحيح أن الجلوس في مقعدك بعد صلاة الفجر مع ذكر الله وقراءة القرآن يعادل حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما معنى قول الله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وجزاك الله خيرا الذي ثبت أنه يكون كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي ورد في من يجلس في مصلاة من بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس قيد رمح يعني بعد طلع الشمس بـ 12 دقيقة 12 دقيقة 14 دقيقة ثم يصلي ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامتين 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 في الأجر ولا تكفيه عن الحج الذي أوجبه الله لكنها تامة في الأجر والثواب عند الله عز وجل ثم تقولين لا أعد السؤال وما معنى قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا معناته قرآن الفجر أي صلاة الفجر وسميت قرآن الفجر سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأنه في صلاة الفجر تطال فيها القراءة يعني السنة مثلا صلاة المغرب تقرأ الصغيرة هذه السنة لكن في صلاة الفجر نطيل القراءة يقرأ الإمام قراءة طويلة يقرأ صفحتين صفحة ونص صفحة على الأقل إن عم مما يحفظ هذا وقرآن الفجر هكذا سميت إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة النهار التي نزلت وملائكة الليل قبل صعودها ولذلك قال عنه ربنا عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي أن صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ترجمة نانسي قليل